ترجمة نانسي قنقر طبعا هاي احسن لعبة عندي احسن سلسلة انشاطت ومن احلى للعاطية السبب لانه احسن لعبة عندنا لعبة حلوة لعبة حلوة اكثر يعني مفروض معظم الناس تجربوا اللعبة لان اللعبة صراحة لازم تجربوها من راي وحن راح نقول لكم اسباب اللعبة ليش لازم تجربوها اول شي اللعبة من انتاج شركة نوتي دوغ نفس الشركة اللي عطتنا كراش بانديكول و جاكن دكستر شركة نوتي دوغ عطونا الجزء الاول انتشارتد وان مع البلايستيشن مع البلايستيشن تريك فورشن اول ما لازلت بلايستيشن تريك فورشن وعقبها بسنتين انتشارتد 2 طبعا انتشارتد 2 game of the year 2009 تستوى صراحة يعني لعبة حطمت مقايث لعبة بلايستيشن بلايستيشن only وصارت يعني game of the year وها شي يعني شي عود بالنسبة حق لعبة وصجع اللعبة كانت تستهل النسبة لي كانت تأسها الوعي عقبها سنتين عطونا انتشارتد 3 Drake's Deception كلها درايك كلها درايك رستافا درايك كسب سوي كلها مشاكل في الدنيا هاي اللعبة صراحة فجأتنا بناحية لغرافيكس رح نتكلم عن كل شي بالتفاصل اللعبة مثل ما قلت عليكم من انتشار شركة Naughty Dog توزيع او الناشر من سوني سوني انتوتين فخلونا نبدأ أول شيء بالقصة خالنا نبدأ القصة القصة طبعا احنا ما راح نقول كشفة قصة لنا وانا بنخرب عليكم وانا بنعطيكم سبويلر يعني اي لها المثال احمد كنا بيلعب بتاخر ما خربنا عليهم من اخر الآن القصة طبعا قصة وايد هلوة وتتحتنا طبعا عن درايك درايك فما اولا بنقول شيء عن القصة ان نخرب القصة بس لا راح نقولكم هاي شيء انه تروح تشوفون وايد أشياء في ماضي درايك يعني راح تشوفون اترجعكم لماضي شنود شنود على السولي اللي هو سوليفان الرفيجة اللي على طبيعات المنتر مالا المعلم اي فتحلكون سولي قصد تحلكون نيثن درايك وهو صغير وهو صغير ربعه عشر سنوات فتشوفون يعني وايد أشياء غير وقصة يعني كله عن اجداد ايش اسمه نيثن درايك انهو سير فرانسيس درايك سير فرانسيس درايك الاخر من الاسم اسم نيثن درايك يعني هنحس في نوتي دوك في انشارت 3 ركزوا على قصة نيثن درايك عطالنا احنا كنا نعرف من نيثن درايك في الوقت الحالي بس ما نعرف شلو نتعرف على سوليبان وليش صار شيء وليش صار شيء وليش كان حاط الخاتم من وين حصل يعني روونك انه كل شيء عن ماضي نيثن درايك وعلى حس انه خلى اللعبة قصة اللعبة تصير أحلى تقعد تتعرف على نيثن درايك كلها شخصية اللي تعلقنا في شخصية انشارت 1 وانشارت 2 كلها خاطق تتعرف شلو نصارت ليش وصلت ليشنو نعرفهاي اللعبة صراحة فيها مفاجآت فيها لحين فيها الغاز اللعبة مو قصيرة القصة يعني طويلة القصة راح تخليك تفكر في اشياء ووجهة خصصين ان انت متعلق بالسلسلة من قبل راح توصل لمقاطع تحط ايلك على راسك تقول ليش؟ ليش؟ تفكر في مقطع انا لو صورتونا لو صورنا الرياكشن بتقوليش فيه يعني القصة صراحة قصة مشاوقها ومن احلى قصة اللعبتها في ألعاب أدفنتشر لحد الحين اقدر يقول ان يمكن احسن لعبة قصاتها من أدفنتشر شوتنج صراحة احسن قصة انشارت 3 يعني احسن بالنسبة لي يمكن حتى احسن من انشارت 2 مع الهجي مفذيه لكن انفصات انشارت 3 احلى احلى تستهل عشرة عشرة اكي تقييمنا لها عشو من عشرة عشرة شوي بعد فخلا ننتقل حاج اشتائي ثاني ننتقل حاج لغرافيك او رشوم وهي الشي اللي يميز العب نوتو ديوك ولي يميز بالاخرى سلسات انشارت اعتقد يعني غرافيك انشارتد هو احسن غرافيك على البستيشن صح يعني يعني نوتو دوك يحطون الستاندر يرونك يعني شنو البلاستيشن تقدر تسوي يعني يعني المت مو المت يحط مو للمت انت تتوقع ان لا اوه كلزون 3 حدفة هاي المت ما لغرافيك حق بلاستيشن 3 يقول لك نوتو دوك يقول لك لا هاي يصور البلاستيشن البلاستيشن تستعمل اكثر يعني اللي لاحظت لان كل ما لهم قاعدين يتطورون يعني في السنوات اللي قابل قان لغرافيك حدا عالي هالسنة عندنا لغرافيك عالي وبعد زي لو لنا خاصية 3D واحسن 3D تشفتها يعني يعني طبعا احسن 3D يعني يعني في السيناريو في القصص كان شي حلو وفي الجيم بلاي بعد يعني انا واح صراحة لحد يعني لاخر فترة مو كانت تحسن 3D شي يعني زي انه مو قاعدة تشوف انه مستوى 3D لو كانت شارتد رفعت مستوى للغرافيك و مستوى 3D و رواك انه صراحة في الالعاب تقدر تشوف 3D احلى من ما تشوفه في العفلان يمكن صراحة احسن احسن الغرافيك شفتها لحد حين على البلاي ستشن واحسن الغرافيك شفتها حق لعبة في الجوانس ما راح تكلم عن البي سي راح تكلم ايه البي سي يمكن في علعاب لانه البي سي في تقدر تعادل وزيد لكن بالنسبة حق الكنسل بالنسبة حق البلاي ستشن البلاي ستشن تشوف قوي ووائد و شفنا علعاب ووائد وواضحة مثل كارسس 2 رارونا اللعبة بسرحة واضحة و شفنا resistant شفنا كل زون لكن انشارتد شفنا جي تي وي طبعاً منا حسن لغرافيك على البلاي ستشن انشارتد يعني احس اللعبة سواته انشارتد شم تعطيه الغرافيك شدي بس هو مو بس عشرة عشرة ونص عشرين لو يصير بس عشرة انشارتد هايست فصراحة احسن الغرافيك لبا لعبتك وضلتك وواحد تحب الغرافيك او بتشوف الغرافيك تجرب اللعبة انصح فيه ننتقل حق الاصوات ام الاصوات طبعاً مونتقاش تقول شي عن الاصوات انشارتد انشارتد يعني بيرفكشن يعني نولان هو الشخص اللي يأدي صوت مثل الصوت حق شخصية ناثنين ريك في اللعبة صراحة يعني انا استدع وانا اسمع صوتها طبعاً شخصية ناثنين تترك كلها يعني عند فيها الساركاستك يعني السخرية كلها في المواقف الصعبة يعني يعني يقل نكتها وشي يعني فتحس ان حتى انت في المواقف الصعبة انت تستانس وانت تلعب ما تقول له لا بموت الحين وشان الله يخليك يعني تواصف اللعبة وتستانسي يعني صراحة شي هذا وغيره انه ينفذر شي وتتكسر البنوية ايو الصوات نووو نوو Bonus لنن!! ولا qu zoning يعني الأصوات في يعني اللعبة انتشارت التداء ونوتي دوغ يركزون على الجرافق والأصوات والحركة يعني يعني يركزون على اللعبة من كل نواحية احس اني مو nuevos ياخدون إلى اللاحية مثلن فيها العب يركزون بس عن الجرافق لكن نوتي دوغ أحسام من تريد ان يركزو على كل شيء من كل نواحية اصوات هنقول لعش معنى دعنا بطيفة تمثيل الصوت حق اللعبة ما كان بس يعني الشخصية تروح وتأدي الكلام اللي عطينا هي سيناريو الناس أو الديالوج اللي حطينا إليهم بعد ينفجون يصورونهم قاعدين يركبهم فوق دعنا نقول في مشاهد نيثن يقع يتعلق على جبل أو شي فيعدون يصورون وهون نولان أو المثل يحاول يركب فكل شي يقوله في اللعبة هون يقع يسوي طبعا في فيديوهات فنوهم اللعبة طبعا يشوونها موشن كابتشور حطهم كاميرات وحطهم عليهم وحطهم وحطهم في اللعبة ما يجبون يسوي كل الحركات اللي اللي نفذها يدخلونها في اللعبة لازم يسوونها بعدين يدخلونها في اللعبة فأكتر الحركات يسوونها في الصج فللي نوتي دوغ يستخدموا نفس الوصول النص اللي ينفذون صوت الشخصيات في اللعبة عشان يسوون الموشن كابتشور عشان يكونون في جو اللعبة إنه يكونون مثلا إذا قاعد يسرد من شيء أو يكسر بها نفس الصوت أنا أحزت اللي قاعدتها قاعدين عشان إنه مو بس تمثيل ولازم يتخيل الموقف اللي هو فيه يكون في الموقف نفسه فهي خلي الأصوات وايد أحسن يعني أحسن وبالناحية الأصوات كل شي في اللعبة حلو ما هذا الشي واحد إذا تروح في مرحلة اليمن الأصوات بالعربي يعني كامت إحنا نساين نقول في اللغرافيك بعد يكون كلام بالعربي مكتوب صح يعني مو ترجمة جوجل أعطيها لك فسوينا صح يعني تروح في سوريا في اليمن تشوف الكلام يعني عدد اللي لاحظت أن إذا تروح اليمن الأشخاص يتكلمون لكناتهم شامية وهاي مو كام الخليجة واليمن يعني فقالت هاي الشي الوحيد بس لكن بالعربي يعني على نقل أن يوهوشي بالعربي عدل يصبح الفل والضبغة النوج فعني يعني هاي نقطة بعد زيودة نوتي دوك أو حاك انشور تسري شبهم مثلين عربي يعني شفنا ألعاب فيهم بالعربي بس يعني مو برفيكشن أنت قد يجب بعب المخزن بعب المخزن هاي في كل بديكتل خلينا نتفل حق الملتي بلاير الملتي بلاير في اللعبة أهلمت من علي من أيام من أيام كان البيت عقب ما كانوا يجيبونه إذا تاخد لك وجبة من ما تسوي لازم تاخد الكود حتى انشارت 2 انشارت 2 انشارت 2 كان حلو بس ما كان ممتاز يعني تستمل منه كما أتذكر أن أحمل أكثر واحد لعبة انشارت 2 أعرفه انلاي كنت موسط الفوق في انشارت 3 الانلاين ماذا صراحة تجربة فريدة انصح كل من يعني قصة حلوة بس الانلاين يعطي اللعبة شيء إضافي يعني عدلوا الأشياء اللي كانت من قبل وقت لتحاول التدور على لوابي هاي صلحو الأطوار زيادوها في اللعبة نظام انه تخلي تسوي انفايت حق شخص او تخليه يدخلوا اياك في صراحة عدلوا أشياء وغير هاي نظام البركس نظام الجواز يعني مثلا تقتل سبعة تحصل ربيجي تحصل لك سبايدرز تحصل لك أشياء يعني يضيفون أشياء جليلة للعبة تزايد من عمر اللعبة وتزايد من تجربة الانلاين حتى الانلاين ما في لاج الانلاين يعني أنا لعبت مع مطورين اللعبة تلعب مع مطورين اللعبة يعني يقعدون يسألونك عشبت لك اللعبة قاعد تقتل واحد هو يعرف كل شيء عن هاي اللعبة وقاعد يضحك وياك تشوف يعني شيء غير نشرب اللعبة مع المطورين أنا لاحظت شركتين هم اللي يسألون هاي الشيء روك ستار ويا نوتي دوك نوتي دوك عندهم شيء اسمه لاب مود أحين مو موجود بس قاعدين يلعبون ويانا اللاب مود عبارة عن طور يدخلون كل مطورين اللعبة وحتى الممثلين الأصوات يدخلونهم ويلعبون تقول تخلوهم وستولفوا إياهم شيء حلو انك تتبحوا واحد من الشيء اغلية تسويت اللعبة وسأعسمن لك ودبل اكس بي تحصل كلما تختلهم وتحصل دبل اكس بي والمود بروحها يعني دبل اكس بي وأشياء تحصل إضافية كم تعطينا؟ بصراحة يعني أحسب من أي لعبة ثانية اونلاين هاي يعني هم بدون نذكر أسام بدون نذكر أسام تستاهل عشرة اونلاين يعني عشرة يستاهل ننتخل من الانلاين الى الكوب طبعا اضافوا كوب حق اللعبة تقدر تلعب مع واحد من الرابعك وفي ميشنز تقدر تسويهم وأشياء غير صراحة بالنسبة لي انا واحد احب الكوب احب ان ادخل مع واحد من الرابعي وانا قاعد ننسوي يعني غير الانلاين مابض أطهوش في نص بس ابرعب كوب وننسوي ميشنز ونساعد بعض وكومينيكيشن بالنسبة لي اي شيء وايد بصراحة لما حطوه في انشاوت 3 شيء يعني حس يعني اعصف الحقيقة ما تدوك فكره في كل النواحي يعني مو بس حطوا منتبلاير وقالوا خلاص هاي الشيء اللي بينجاه قالوا لا بعد بنحطن الشيء اسمه الكوب يعني زيدة واشيء وايد في اللعبة غير عن الانلاين والستوري حطوا الكوب صراحة انا عجب الكوب وايد وحس ان اضافة 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 جميل الكوب كان موجود في انشارتر 2 بس كان شيء ثانوي يعني عادي انه مركزين عليه هنا اضافة وفوق هاي كامل احس ان اول كان فيه لعق في انشارتر 2 حيعدلوا المشاكل اللي كانت موجودة في انشارتر 2 معنا هي كانت game of the year اصلحوها من اللعق من ساعات ما تسمع الشخص اللي وياك اونلاين يعني طوروا واي طوروا اللعبة واي من كل النواحي ما ركزوا على الشيء واحد ركزوا على كل شيء في اللعبة وهي شيء شيء نتمنى من كل هالالعب من كل شركات التطوير فوقنا الملتيبلاير والكوب يعني حلوين والقصة رائعة يعني الشيء المميز في اللعبة الكنترول التحكم طريقة التحكم شون تطلق رصاص هاي ما يحتاج وقت ان تتعود عليه بس تخدمك خاصة يعني تحس انه شيء فطري شلون انه جود الكنترولر تحرك يعني طبعا ما تغير الكنترول وايد عن انترتد واناا او تو اللي لعبه او وان تروح يعافون كنترول أول ما هي بشغلون اللعبة إن الشاي سهل إنه حتى لو ما تلاعب تلاعبون يبغل يعني الشاي سهل إنها ثلاث برسن شوتر ولكن مو أي ثلاث برسن شوتر حتى التحريك الكاميرا أو تحريك اللعب يعني تحس إنه ناتشر العادي في يدك إنه إذا تلعب خلاص إنه تعاف وشلو متنطط وصح ما تشوي يضيع أنا في كل لعبة أدفنتشر عندي مشاكل ويه اللعب وقت اللي ينطط لكن اللعبة سهلة هو غلط مولي أحسن كنترول وغير شيء يعني مرتب شون زيك اللعبة سوف تنبس إحنا قاعدين نخلط أشياء ووجد بس بنقولهم ليكم المتبلاير والقصة والأصوات التحكم شونو بعد عدنا كوملهم عشرة قيمة اللعبة وعمر اللعبة اللعبة على الإضافات اللي حطوها لنا وعلى الـ Online وعلى تجميع الكنوز في اللعبة وعلى تحصل بلاتينيوم راح تتفتح لك شخصيات في الـ Online يعني قاعدين يجازون كل شخص يعني يعطونك كل شيء يعني الأشخاص اللي قاعدين يجمعون بلاتينيوم والتروفيز راح يستنصون يحصلون شيء في المقابل يعني أنت تقول ليش أنا تعب راح يوالعب اللعبة وبحصة شخصية تميزني يعني ذي روي هذا الشيط المنتبلا يقول هو الشخص خلص اللعبة على أصعب شيء يعني يسوك كل شيء في اللعبة جمع كل الكنوز يعني يعني شيء تغريرا مولنا بس خلص خلص اللعبة أو كي شيء وفي أنتشارت 4 إن شاء الله اللي يحصل بلاتينيوم في 4 و 3 و 2 شنو يقصد 3 و 2 ويروح حق 4 راح يحصر جوائز مثل حق الأشخاص اللي حصروا بلاتينيوم في 1 جوة 2 حصروا أشياء جو حق 3 حصروا أشياء في الـ Online حين بعد يحصروا أشياء إن شاء الله في أنتشارت 4 فنوتي دوك تهتم باللعبين تهتم باللعبين وهي بعض النقطة زيادة حق أنتشارت 2 طبعاً مثل ما تشوفون حوائي عندنا مداح في أنتشارت 2 أنا تستعر صراحة ما حد فعلنا شيء لا تتوقع أنا حد فعلنا شيء هل تشوفون الفيديو نوتي دوك أو سوني لا بس صراحة اللعبة بشكل عام عمر اللعبة عشرة بعد اللعبة بشكل عام هي عبارة عندنا المنافس القوي اللي يحصل على جائزة Game of the Year أو لعبة السنة اللعبة فيها الـ Online حلو القصة حلوة الكوب حلو طريقة اللعب حلوة كل شيء في اللعبة كان نشدنا لها خصوصاً إذا أنت قاعد تستمتع لأن طور قصد اللي قاعد تلعب فيه في الرمل الرسمة 3D تشتغل 3D هاي عوض قيمة التلزيون 3D اللي ورا لنا لا إنا عوض قيمة التلزيون 3D طبقت تفضل عمل بشكل عام لكلligمة باللعبة فيها رسوم قوي ننصاححهم Wilson والرسم اللعبة اللي راح ترضى اللاعبين اي صراحة من نسبه لنا حين طبعا هاي راينا في اللعبة يمكن في ناس راح يخارفونا راح يخارفونا لكن حقالي يابوني يسمعون راينا انا اذا ما جرت انشارتد وطبعا يمكن تصادق حباط من مدروا في 3 انشارتد 3 تستاهن راح تشتريها حتى يبقى اخوانك زارق عدم يطارعون تلك يطارعون فيها صراحة اللعبة تستاهن تستاهن تلعبها وتستاهن تشتريها في النواية متى ما قلنا 10 عشرة متى ما عرفتم يعني من كلام لكم اللعبة عشرة مرة ثانية هاي راينا في اللعبة عقب تجرباتنا مكملين اللعبة جربنا كلش جربنا كلش الاختلاف في الرأي لها يفسد الودي خضية وانشارتد 3 صراحة يعني يمكن اللعبة الوحيدة اللعبين يتفقن عليها سواء كانوا يحبون الاكسبوكس بلايستيشن بي سي وانشارتد الكرافيك حلو قصة حلوة اونلاين حلو تجربة فريدة ما اتحصى احسا متى اهل تلبيه في اللعبة دبل كومبو ايه تربل كومبو مرتكل من النهاية كلمة خيرة اشتروا اللعبة ومشكروا لنا بعدين بعدين خلاص طول اللعبة اتبعوا على ربيو شكرا لايك الفيديو فاروس على تويتر واد حمود صفحتنا على الفيسبوك مثل ما قلت لكم facebook.com slash devil's game قنواتنا devil's game devil's community devil's opposition سبسكرايب سبسكرايب حق هذه القنوات ومشكورين شباب على ثلاثين ألف مشترك ونشوفكم فيديو ثاني كامو اياكم أخوكم أحمد النشيط محمود وهي الفيديو كان بس حقا نشاهد بس سلامة بس سلامة